في مبنى من ثلاثة طوابق في قلب بلدة قبلان جنوب نابلس ثلة من الشبان والفتيات اجتمعوا على الخير يرتلون آيات الله ويحفظونها كباراً وصغاراً داخل دار الكرآن الكريم التي تحتضن ما يقارب ستمائة طالب وطالبة لتغدو بمثابة منارة لكل من أراد الفلاح هي مؤسسة تهدف بالدرجة الأولى إلى إيجاد الطالب الإيجابي في المجتمع الطالب البناء الذي يحرص على بناء بلده ووطنه ويحافظ على دينه ثم أخلاقه في هذه الدار نبغى الطالب نور الدين أزعر الذي آتم حفظ القرآن وحصل على الإجازة في ترتيله ليكون نموذجاً للشباب الباحثين عن سقل الذات وبنائها جداً أشعر بشعور جميل جداً أنك تحفظ كتاب الله أنك تحفظ كلمات الله كما أنه في أي مكان أكون فيه والحمد لله يكون رأيي مهماً لدى الجميع لماذا؟ لأنني أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى صلوا صلوا صالاتين على الهادي نور العين أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين أما الطابق الأول من الدار فخصص للفتيات اللواتي يقصدنها للحفظ وتدارس القرآن ليتخرجن حافظات مرتلات مستثمرات لوقتهن بكل مفيد دار القرآن الكريم هي منارة أنا باعتبرها في كل قرى نابلس وحتى على مستوى الدولة فلسطين هي لها القيمة الكبيرة سبحان الله تضم الدار حوالي 300 طالبي من فضل الله عنا 120 حافظة اللهم صلى على رسول الله 51 بإجازة والبقية حافظات بدون إجازة بنصح أي طالب أو طالبة أن يبدأوا الحفظ بعمر مبكر عمر مثلا تسع سنوات عشان يحفظوا يعني هو الحفظ القرآن بحتاج لمدة ثمان سنوات استغرق معنا بحتاج لمدة فترة طويلة بنصحوا منهم يبدأوا الحفظ واللي ما حالفوا الحظ في هاي السنة أنه يأخذ الإجازة ما ييأس ويعيد المحاولة حصاد وفير لهذه الجهود المبذولة حيث العشرات يتخرجون من دار القرآن وينطلقون لأهدافهم بعد أن شحذوا همتهم وامتلأوا طاقة في خير دار دار القرآن الكريم اشتركوا في القناة